دايما احنا احنا كمجتمع عموما بنقدر جدا الفنان اللي بنلاقيه متفاعل مع الاحداث ايا كانت اللي مواقف وما الى ذلك واصبح مفهوم جدا انه استاذ محمد محمود ليه موقف واضح من اللي بيجر ويمكن من بداية اللي حصل في 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة اظن برضو ان موقف الفنانين المصريين كان موقف مشرف وشديد الوضوح لكن احنا النهاردة بقلنا 8 شهور يا اسيس محمد شايف الموضوع عمل ازاي وبتتفاعل معه ازاي بالرغم ان المقساة الشديدة اللي احنا عيشينها واللي العالم العربي والاسلامي عيشها والعالم كله تقريبا الايجابية الوحيدة اللي في الموضوع ده ان العالم اللي ما كانش مهتم بالقضية واللي ما كانش يعرف عنها حاجة وفي معقلهم هما نفسهم عند الغرب وعند اسرائيل نفسها بدأوا يعرفوا ان فيه ناس اصحاب حق ده لم يكن موجود قبل كده تكفي المظاهرات اللي بتقوم في الجامعات الامريكية نفسها وفي اسرائيل نفسها وفي العالم الغربي كله بيناصر الفلسطينيين بيناصر القضية مهما كانت النتيجة انما انا اعتقد لحد دلوقتي المنتصر هم الفلسطينيين ليه القضية اعيد طرحها من تاني ومش هتنتهي نهاية بردة زي كل مرة مش هيبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء زي ما بيتقال الصيغة القانونية يهدي لأ المرة دي لازم يبقى في حل الحل ده اعتقد هيبقى حل الدولتين وده اللي لازم يحصل ده الحق الطبيعي هنا بقى ساعتها لحس ان احنا اخدنا بتار الشهداء دول الاطفال اللي ماتت بدون زم وبدون اي جريرة ما ارتكبوش حاجة ما شافوش حاجة ما ارتكبوش زم في حياتهم ولا شافوا الدنيا اصلا لو كان ده هو نتيجة اللي بيحصل حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يبقى هو ده الانتصار الرهيب اللي ما كانتش تتمنى اسرائيل نفسها مهما كان عدد الضحايا من الاطفال ومن النساء ومن الشباب ومن الشيوخ لو كانت دي النتيجة في الاخر يبقى احنا انتصرنا اشتركوا في القناة